البطولة الثانية بطولة كاس مصر احنا في دور الستاشر عندنا مواجهة مع مصر المقصة فمهمة قوي ان انت برضو تقدر تكسب البطولة دي كمان والاهلي حامل لقب البطولة اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت خلي بالك لان اخر بطولة كاس مصر كسبها الاهلي لما كسبنا طبعا الجيش وضربات الجزاء مع موسيماني ودي بالمناسبة زي ما حالكم شايفين كده دي يعني موعد مباريات دور الستاشر فالاهلي حامل لقب البطولة اللي هي بتاعت النهار دي اللي احنا هلعبها لكن البطولة اللي احنا هنقرأ موعدها دي ما فيش حامل لقب لحد الوقت اللي هي ده من العجائب في الدور المصري او في المسابقات المصرية عمتنا ففي كل الاحوال دور الستاشر ماقولين هيلعب الجنة نتكلم عن الموعيد دور الستاشر ماقولين هيلعب الجنة على استاد الماقولين الساعة 8 يوم الجمعة في يوم 1.7 يعني الجمعة الجاي سموحة مع كفر الشيخ يوم 3.5.7 في استاد اسكندرية الساعة 6 ويوم 4.6.7 طبعا الجيش مع منتخب السويس في استاد جهاز الرياضة الساعة 6 يوم 4.6.7 برضو بيرامدز مع سيراميكا كليو باترا استاد الدفاع الجاو الساعة 9 يوم 5.7 مع استاد الجيش ببرج العرب الساعة 6 والجمعة 12.8 إنبيو البنك الأهلي والأحد 14.8 الأهلي والمقاصة ده اللي بعد ما أعلنوا خلاص على الجدول بتاع مباراة دور الستاشر ومتوكاس مصر النهاردة بشكل رسمي من خلال اتحاد المصر كورت القادم من برحكات القرع ودي الموعيد بشكل رسمي فالأهلي حيلعب في استاد السلام مع المقاصة يوم 14.8 خلاص هيكون يوم حد ويوم الاتنين 15.8 زي ما يكمل الإسماعيلي على استاد القهرة ده اللي الإسماعيلي فعلا يعني ما نسحبش ولو نسحب وتمسك برأيه وأنا بقول لحركة مصعبة شوي حيكون متواجد في المباراة